اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في العقرب في منزلة القلب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة وبما ان القمر رح يكون موجود بالعقرب في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه في هاي الفترة ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأ ضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين او قراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم وشراء بيت اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم طبعا رح نبدأ بالزوايا من عند الحلقة اللي هي اللي احنا بنعملها الساعة الثلاثة بتوقيت جرنيتش مساءا يعني قبل المغرب بشوي ومن نعملها 24 ساعة دورة وزيادة لغاية ساعات منتصف الليل يعني يوم كامل اللي بسمع بعد الساعة 12 بالليل بسمع توقعات كاملة واللي بسمع مباشرة اول ما تنزل الحلقة بيعرف الزوايا اللي رح تصير ما بعد الحلقة مباشرة بالنسبة لأول زاوية رح تتشكل هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وورانوس رح تكون في تمام الساعة 23 دقيقة مساءا بتوقيت جرنيتش يعني بعد الحلقة تقريبا او في اثناء الحلقة بعشرين دقيقة بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي تقريبا بعدها بعشر دقائق هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 3 و28 دقيقة مساءا بتوقيت جرنيتش منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي تقريبا زاوية تزديث ايجابية بطيئة بين عطارد وورانوس رح تكون في تمام الساعة 10 و12 دقيقة مساءا بتوقيت جرنيتش منشعر او مننشط او منباشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاه معها في نفس الوقت وممكن تعزز قدرتنا العقلية فبيسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود عندنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزوايا اللي بتبلش ما بعد منتصف الليل يعني منتصف الليل الليهاي اللي هي توقعات اليوم الصحيحة لواحد الشهر هي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وعطارد هي ايجابية ولكن بسبب انه الشمس وعطارد اثنين منتحسات يعني اثنين بشكل زوايا سلبية واحد بتراجع وواحد جاي في بيت اساسا ما بيناسبوا عامل زوايا تربيع فهاي الزاوية بدل ما هي ايجابية بتصير سلبية فعشان هيك هاي الزاوية بتكون الساعة ثنتين واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتخلق لنا نزاعات في حياتنا اليومية وخلافات عابرة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين الشمس وارانوس راح تكون في تمام الساعة ستة وست دقائق صباحا بتعزز قدرتنا على الادراك وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وهي بتعزز قوة الحدس عنا كمان اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر ونبت راح تكون في تمام الساعة عشرة ودقيقة ظهرا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس عنا وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة مثل الفنون او الدكور او التجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمس دقائق مساء يعني قبل المغرب بشوي نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان زي عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية هي زاوية بين القمر وبلوتو زاوية التزديث ايجابية راح تكون الساعة ثلاثة وتسعة عشر دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للحدث اللي راح يصير واللي هو تقريبا الساعة 11 و36 دقيقة مساء يعني عند منتصة او بعد منتصة في الليل هي بتوقيت جرينيش زي ما حكينا هاي بتعطينا انه اليوم زحل راح يتراجع من الدلو راح يرجع ويدخل بالجدي مرة اخرى وهي لاخر مرة راح يتراجع تقريبا يعني بالفترة اللي احنا حكيناها ولكن انه هو راح يستمر متراجع في الجدي لغاية تسعة وعشرين تسعة بعدها بعود للحركة الامامية في نفس برج الجدي حتى صباح يوم 17-12 بعدها بخرج نهائيا الفترة هاي الدورة هاي خلاص بدخل على الدلو وبفضل في الدلو لمدة سنتين ونص ولكن انه الفترة هاي اللي احنا حكينا عنها اللي هي ابتداء من اليوم ولغاية 17-12 زحل راح يكون موجود في الجدي اما بالنسبة للقمر فحكينا انه القمر موجود بالعقرب خلو المسار القادم ما في خلو مسار قادم راح ينتقل مباشرة من العقرب للقوس بدون خلو مسار الانتقال راح يكون يوم 2 سبعة راح يكون في تمام الساعة واحدة وواحد وعشرين دقيقة فجرا فبكون انتقل هيك واستقر في برج القوس يعني هذا اخر يوم لو وجوده في الجدي ونصف نهار الغد وبعدها بنتقل للقوس بالنسبة لعمر القمر القمر الاحدى بعشر ايام في تمام الساعة وحدة ودقيقتين عصرا بيصبح عمره 11 يوم نسبة الاضاءة بتصير 80% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم بس ملاحظة قبل ما ندخل في ناس بيجوا بيقولك انت ذكرت الابراج ما ذكرتش برجنا انه منتحس ولا مش منتحس انا بذكر الكواكب وين موجودة اللي ما بذكرها معناته خالية ما فيها كواكب فعشان هيك ما بذكرها فانا الي علاقة هنا هاي مزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم يعني وين موجودة وشو طبع الكواكب موجود في السرطان موجود في الاسد موجود في العذراء بذكر وين هو موجود ما الي في الابراج الثاني اللي هي بتكون فارغة اساسا من تواجد الكواكب اول اشي رح نحكي عن الشمس الشمس اللي لسه موجودة في السرطان ورح تستمر لغاية 22 سبعة مزاجه منتحس القمر في العقرب حتى 2 يوم سبعة مزاجه سعيد عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم 12 سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو ورح ينتقل للجدي زي ما حكينا في بداية الحلقة هو بحال التراجع رح يستمر التراجع هذا في برج الجدي لغاية 29 تسعة مزاجه ممتزج اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض تضطر لتقديم التنازلات او تصحيح الاخطاء بتتقبل اراء الاخرين بدون تحفظ بتنشغل بمعاملة او ملف القمر طبعا موجود في البيت الثامن لايلك اللي هو بيت الاموال المشتركة اما بالنسبة للبيت الاول فطبعا بيتك الاول بما انه موجود المريخ فهو بعطيك طاقة قوية جدا وبعطيك حماسة ولكن بالمقابل بعطيك اندفاع وتهور في بعض الاوقات بدك تمسك اعصابك من عمليات او تضبط نفسك من التهور او التسرع بالفترة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي فهي بتحقق لك بعض المكاسب المالية اللي عادة بتيجي من عمل اضافي او تحصيل لبعض الاموال او بتيجي من هبات مساعدات استرداد حقوق لايلك فهي بتدعمك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث وهو قوي جدا بما انه الزهر موجود فيه فهو بيدعمك بقوة والزهر سعيدة فعشان هيك بتنشط في امور الها علاقة بالاتصالات والحورات وامور الها علاقة بالتواصل وامور الها علاقة باقناع الاخرين بوجهة نظرك ولكن اللي بيغلب عليك في بعض الاوقات هي نوع من انواع الحدية او العصبية وخصوصا اثناء التعامل مع اخ او جار او امور الها علاقة بالمناقشات والامتحانات بتدعمك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فهو طبعا ضاغط بسبب تواجد عطارد اللي بيتراجع والشمس برضو اللي موجوده في بيت وعمل زوايا تربيع فهي بتضغطك بشكل كبير على امور الها علاقة في البيت فبكون الوضع متقلب وخصوصا انه في زوايا ايجابية اليوم فعشان هيك بتدعمك لانجاز بعض الامور البيتية او العائلية او التقارب العائلي ما بينك وبينهم ولكن بالمقابل تعطيك دفعة للسيطرة او فرض الرأي على بعض افراد العائلة او التسرع باتخاذ قرارات او العصبية اثناء التعامل مع افراد العائلة او القلق من مسألة عائلية او بيتية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي نعني على المستوى العاطفي مش بالقوة الكاملة بسبب ضعف برج الاسد بالفترة هاي بسبب كل الكواكب اللي حكينا عنها عطارد والشمس موجودة في بيت المتاعب فهون بكون المستوى العاطفي عندك متقلب اما بتكون حساسيتك عالية او بكون عندك نوع من انواع القلق او التوتر على احد الاحبة ممكن تحمل لك نوع من انواع التهور او الاندفاع في مسائله لا علاقة بالنزوات او الخروجات او يعني المغامرة العاطفية اهم اشي انك انت تمسك عصابك وما تنفعل وما تعصب بالفترة هاي ممكن تحمل لك نوع من انواع القلق اما على حبيب او على احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس اللي هو بيت العمل والصحة فبنشوف الاجواء تقريبا روتينيين ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة ولكن كعمل روتيني ولكن الاهم الوضع الصحي انك انت ما ترهق حالك كثير وتراقب وضعك الصحي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فانا شايفه روتيني يعني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بسبب خلو الكواكب وتأثيراتها او الزوايا اللي بتتشكل مع هذا البيت فعشان هيك طبيعة العلاقة ما بينك وبين الشريك بتكون روتينية باليوم هاد ممكن تتعاملوا بشكل ودي او يكون فيه نوع من انواع التفاهم ولكن اذا كانت طبيعتكم سلبية فبتحمل نوع من انواع المشاحنات او الضغط ما بين تعاملكم مع بعض خصوصا ما بين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء برضو بتحمل نوع من انواع الايجابية بقدرتك على التواصل او الاتصالات او الحوارات مع اشخاص خارج البلاد صحيح انه ممكن يتأخر بريد او تدخل بنقاش عقيم او تحتد في بعض المسائل العلمية مثلا او النقاشية دك تمسك اعصابك ما تحاول انك تكبر الامور بشكل ضغط في منك رح يهتم ببعض المسائل القانونية او الامور اللي لها علاقة بالقانون ولكن بدون فرض الرأي وبدون مجازفات او مغامرات اما بالنسبة للبيت العاشر فهو يعني بسبب تواجد الكواكب زي بلوتو زحل الام بدون ينتقل المشتري اللي بيتراجعه كلها بتتراجع هاي الكواكب فبضغطك على مستوى بيت السمعة فهذا بيهدد سمعتك مش الكل طبعا ولكن اللي بيخالفه القوانين اللي بيجازفه اللي بيعملوا اعمال مشبوهة هاي كلها بتسبب لك نوع من انواع الضغوط الكبيرة وبتسبب لك مشاكل على مستوى العمل مع زملائك او رؤسائك العمل بتدفعك للتغيب او للتأخر عن دوامك او بتفتح اعباء عليك بعمال زيادة اما بالنسبة لبيتك 11 هو بيت الاصدقاء بيدعمك بشكل قوي بيعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الاصدقاء فممكن بالفترة هاي اما تتعرف على صديق او انه تتواصل مع اصدقاء قدوم لاستشارتهم او تبادل الافكار او الاراء او المساعدة في مسألة معينة يساعدوك في مسألة معينة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بدك تدير بالك من بعض الوساوس او بعض الافكار السيئة اللي يعني شوي بتربك خصوصا انك تتوسوس على مجال العمل او على مجال الصحة او تتخوف من بعض المسائل اللي لها علاقة ببعض الاشخاص يعني ترتبك من مواجهتهم او شيء هاي طبعا هاي كلها من تأثيرات نبتن اللي بيتراجعوا بيعمل نوع من انواع الوسوسة او المخاطر اللي مش موجودة اساسا ولكن انت بتتوهمها برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظ على هدوء اعصابك ونبرت صوتك ما تعرض لقاءك للفشل بتحمل هاي الفترة نوع من انواع التوتر لانها من اكثر ايام الشهر فيها ضغط عليك لان القمر مقابلك مباشرة عشان هيك بدك تحذر من الاخصام وما تعادي احد اتجنب الخلافات كليا خصمك بالفترة هاي بكون قوي وبرضو طباعك بتكون مش هادئة يعني بتحملك نوع من انواع التوتر اما بالنسبة للبيتر اول فعلى المستوى النفسي تقريبا منقدر نحكي انه الاجواء روتينية يعني ما فيه اي شي لا ايجابي ولا سلبي ولكن ممكن تحدث بعض التغييرات بسبب الزوايا الايجابية اللي بيشكلها اورانوس خصوصا مع الشمس مع عطارد يعني زوايا تزديس فبتدعمك بشكل قوي على المستوى النفسي ممكن تحدث بعض التغييرات او تحملك بعض المفاجآت خلال هذا اليوم ومنها مفاجآت سرة اما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد جدا على المستوى المالي فبيحملك فرص او افكار ممكن تساعدك في انجاز بعض الاعمال او الامور المالية منها ممكن تساعدك في استرداد بعض الاموال اللي الي اليك او يجيك هبات مساعدات نوع من الدعم المالي او تمفتح لك بعض الفرص المالية اذا انت استغليتها بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا ضاغط بشكل كبير بسبب تواجد عطارد والشمس اللي بيتراجعوا فبيحملك بسبب زوايا تزديس ايجابيات على مستوى النقاشات والحوارات ولكن بتستخدم اسلوب المراوغة فهذا الاشي بعد مرات بسبب لك نوع من انواع الاحراجات وفي نفس اللحظة بيحمل نوع من انواع العصبية او التردد او التمرد على بعض الاشخاص او اصدار قرارات بعض مرات بتكون فيها نوع من انواع التعجرف او نوع من انواع الحدية بالطبع فعشان هيك بدك تمسك عصابك حاول انك ما توجه انتقادات لاذعة وبرضو ما تدخل باي خصام او جدال مع اي حد وبرضو بدك تنتبه اثناء القيادة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء يعني على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من انواع الضغط ولكنها بالاجمال هي فيها نوع من انواع الايجابية فبتدعمك على مستويات الها علاقة بالتواصل مع افراد العائلة او انجاز بعض الاعمال الضرورية والمهمة المنزلية او الاهتمام ببعض التصليحات او الترميمات في منها ممكن يكون ضاغط عليك او يستفزك او تكون مسئوليات زيادة ما تحاول انك تتهرب منها اعمل نوع من انواع التقارب وفي نفس اللحظة تكون يعني شخص مبشر بالخير او مقرب للخير ما تكون شخص بس بدك انت تثير النزاعات والخلافات وتكبر الامور اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا جيدة على المستوى العاطفي فبتدعمك ممكن انها تعزز بعض اللقاءات العاطفية او المغامرات عندك او النزوات او حب للخروج في اشياء يعني بتتعلق بنزوة معينة حاول انك انت تضبط عصابك من الخطأ ممكن يكون لك نوع من انواع القلق على احد الابناء او احد الاحبة ممكن يكون فيه نوع من انواع التواصل الجيد ما بينكم وبتدل برضو على زاوية الها علاقة بالتقارب اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل فتحمل لك بعض الفرص الجيدة اللي بتقارب ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل وفي نفس اللحظة بتعطيك دافع لانجاز بعض الاعمال الجيدة يعني فيها دعم ممتاز للك وبرضو تعطيك قدرة على مراقبتك صحيا او انك انت تراجع اطباء بالفترة هاي ولكن ما فيه اي خوف اما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن الاجواء تقريبا نقدر نحكي فيها جزء بسيط من الضغط اللي بيتعلق في الاموال المشتركة ممكن انت بتفكر في امور الها علاقة في الدعم المالي او قرض او مساعدة او دين مثلا او بكون فيه قلق على مستوى امور الها علاقة بالضريبة والتأمين والاهتمامات بالمسائل هاي للمؤسسات المالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع يعني بيحمل بعض الاردات الفعل السلبية بطريقة التواصل ام يعني اشياء الها علاقة بالامتحانات الها علاقة بالاوراق القانونية او المعاملات الها علاقة بالمناقشات بامور الها علاقة بالسفر او اوراق السفر او الاوراق القانونية يعني ممكن تظهر المشكلة بوحدة منها دول في منكم ممكن أنه طالب مثلا أشياء معينة بيشتريها عن طريق مواقع التواصل أو عن موقع التسوق ولكن بيتأخر بالوصول لإله أو بصير عليه بعض المشاكل بده يحذر مسألة وقت اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم ما يناقش ارتجالي بده يستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت السمعة بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين علاقاتك أو معارفك ممكن تحمل لك بعض المفاجآت على مستوى العمل أو الإنجازات أو أشياء ممكن تساعدك في بعض المسائل العملية أما بالنسبة لبيتك 11 يعني بيت 11 شوي بيفتح نوع من أنواع الشكوك أو أمور إلها علاقة بشك بأخلاقيات أو سلوكيات أو تصرفات أحد الأصدقاء أو بتحط علامات استفهام على علاقة معينة أنت بتعرفها فهذه الفترة حاول أنك ما تدخل بالشكوك كثير وما تخليها تسيطر عليك وفي نفس اللحظة ما تحاول أنك تفرض سلطتك على أصدقائك ومعارفك ممكن تحمل لك هاي الفترة إما لقاء أو دعوة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا بما أن المريخ موجود فما يقول لك ما تغامر وما تجازف وخصوصا بأمور إلها علاقة بالصحة أو إلها علاقة بالعمل حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان وما تغامر بالدخول لأماكن مشبوهة بالفترة هاي لأنه هاي بتسبب لك نوع من أنواع المشاكل الفجائية هذا بيت متاعبك والمريخ موجود فيه فممكن تفتح مجالات لأشخاص يكيدوا لك أو يتآمروا عليك بالخفاء إذا ما كنت حذر برج الجوزاء أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة ابترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال أو المهام خلال هذا اليوم راعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن أحوالك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة جدا بتدعمك على مستوى الزهرة اللي بتعزز بعض نقاط القوة عندك بتحسن من مظهرك من طاقتك الإيجابية برضو بتشحنك بطاقة قوية جدا في نفس اللحظة بتلاقي أنه في نوع من أنواع الحيوية أضفت عليك برضو بتصير مرغوب من الجنس الآخر أكثر ممكن تدخل بعلاقات أو تفتح لك بعض الأشياء الإيجابية اللي إلها علاقة بعلاقة جديدة أو ترتيب لأمور قادمة بشكل جيد في منك راح يهتم بمظهره أو بتحسين مظهره بالفترة هاي بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأمور المالية هي الضاغطة وهي المقلقة بالفترة هاي ممكن تفتح بعض الفرص اللي إلها علاقة بالمكاسب المالية ولكن الضغط المالي عالي جدا لدرجة أنه بيخليك تصرف بدون حساب وهذا الإشي بيسبب فوضى عندك وتراكمات لأنه بعد فترة راح تلاحظ أنه أنت صرفت بمكان مش مناسب ممكن تكثر عليك المطالبات المالية أو الالتزامات أو الرغبات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية مقنع بتقدر تنشط بالتنقلاتك واتصالاتك وحواراتك بالفترة هاي ممكن تحمل لك بعض المسائل الجيدة على مستوى الإقناع ممكن تقنع أشخاص بسلعة معينة أو تسوق لسلعة معينة ولكن العمر بده نوع من أنواع أنك أنت تضبط أعصابك وتركز بشكل جيد عشان تنجح ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيدة تدعمك تعمل نوع من أنواع التقارب العائلي صحيح أنه ممكن تشحنك بطاقة سلبية بسبب تصرف أحد أفراد العائلي ولكن عندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور أو الاهتمام العائلي أو مشتريات أو ترتيبات أو ديكور أو تصليحات أشياء لها علاقة بالبيت أو مصالحة مثلا أو دخول بنقاش مثلا لوجهات النظر حاول قدر الإمكان بس تمتنع عن عصبيتك أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي برضو تحمل بعض المفاجئات خلال هذا اليوم ممكن تحمل لك قلق أو توتر أو حدية بالطباع أثناء التعامل مع الحبيب ولكن فيه أشخاص ممكن يندمجوا بشكل جيد ويكون اليوم مناسب لإلهم حاول أنك أنت ما تنجر وراء رغباتك أو نزواتك بالفترة هاي وفي نفس اللحظة بدك تراقب علاقتك ما بينك وبين الحبيب أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا الأمور فيها نوع من أنواع الضغط يعني ممكن تدخل بنقاش أو ببعض الأمور المرهقة اللي بتترتب عليك خلال هذا اليوم أثناء تعاملك مع شركاء الشركاء المال أو العاطفي يعني زي الأزواج أو بأمور إلها علاقة بالأوراق أو المعاملات القانونية أو أمور إلها علاقة بأشياء مثل قضية أو مساء القانونية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء يعني بتظلها ضاغطة على الأموال المشتركة فعشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع يعني الأفكار اللي دايما بتظلها تلف في راسك اللي إلها علاقة بالدعم أو إلها علاقة بالقروض بالديون بالفوترة بالأشياء أشياء هاي فيها نوع من أنواع الضغط عليك أهم إشي أنك أنت ما تحاول أنك تتحايل على الأموال المشتركة هاي للتأجيل حاول أنك تكون واضح وصريح فممكن أنك أنت تنجح إن كررت المحاولة أو أقنعت بعملية الجدولة للديون أو الالتزامات اللي عليك وبرضو ما تخلي عندك رغباتك للنظر لأموال الغير إنها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض الأوراق أو المعاملات القانونية أو التعليمية ممكن تهتم بلغة جديدة أو بثقافة جديدة أو أمور إلها علاقة بالسفر أو أوراق الإقامة مثلا أما بالنسبة للبيت العاشر فهذا بيعملك نوع من أنواع الوسواس على مستوى العمل أو عمستوى سمعتك فعشان هيك ما في داعي لأنك تجاري تجاري الأمور اللي إلها علاقة بالأفكار بمخالفة القوانين أو التحرر أو الأشياء هاي بالفترة هاي لأنه نبتل رح يغررك في هاي النقطة وفي نفس اللحظة بفتح بعض المجالات اللي بتشك في بعض الزملاء إنهم بتآمروا عليك أو بيكيدوا لك أو بيحاولوا يوصلوا معلومات فهذا وسواس دون بيني وفي منك رح يتخوف من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل كأنه شغل أنا ما بقدر أنجزه أو ما بقدر أتممه ممكن هذا يعمل لي مشاكل مع المسؤولين إن حملت هذه المسؤولية وأنا مش قدها أو هاي الأمور يعني حاول قدر الإمكان إنك تدرس وضعك وتبتعد عن الوساوس اللي ممكن تسيطر عليك بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فهو بيدفعك للمغامرة والمجازف بالفترة هاي ما بينك وبين الأصدقاء وبرضو حبة السيطرة أو التملك اللي بتتعلق في أحد الأصدقاء ما تحاول تفرض رأيك وما تدخل بنقاشات حادة مع الأصدقاء لأنه بالفترة هاي ممكن تخسر صديق بسبب هاي التصرفات ممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بهاي الفترة ولكن حاول إنك ما تكون متجهم أو عصبي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي روتينية فهي بتساعدك على إنجاز بعض الأمور أو حل بعض المشاكل خلال هذا اليوم وممكن تكون هاي الأمور لصالحك ممكن تقوم بمراقبة صحتك أو تفكر بأخذ قسط من الراحة في بعض الأوقات برج السرطان ابتجتازوا يوم إيجابي ببعث على البهجة والإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم مش إنك تحط مخاوفك على جنب وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام تعتبر هاي الفترة من الفترات الجيدة خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا نقدر نحكي متقلبة يعني لحظات بتلاقي حالك عندك طاقة هائلة جدا ومشحون بطاقة إيجابية وبرضو تحسنت الأجواء عندك ممكن تعتمد على الحضوظ في بعض المسائل ولكن في لحظات بتقلب المزاج عندك وبتكثر الهموم والوساوس والأفكار يعني هاي بتقلب في مزاجك بتسيطر على طاقتك وبتشحنك بطاقة سلبية إن ما تجاوزتها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فهاي بتحقيق لك بعض الأمور المالية من مكاسب من عمل إضافي أو مستردات مالية أو هبات أو مساعدات ولكن بالمقابل بتظهر بعض المصاريف أو بتلتزم أنتي ببعض المصاريف بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وبتفتح لك مجالات جيدة على مستوى النقاش أو التسويق أو أمور العلاقة بالتعامل مع أخ أو جار بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع برضو على مستوى البيت الأجواء جيدة فهي بتعمل نوع من أنواع التقارب العائلي ممكن يظهر بعض الالتزامات القوية أو اللي بتطلب منك الاهتمام كأمور إلها علاقة بالعقارات أو البيوت أو تصليحات ترميمات أجار ضغط في مشكلة معينة نقاش حاد ما بينك وبين أحد أفراد العائلة يعني في أجواء متقلبة على هذه المسألة ممكن في أوقاتها تكون فيها نوع من أنواع الضغط ولكن الأجواء دعم إجمالا إذا أحسنت التصرف أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس برضو جيدة على مستوى العمل على مستوى الصحة ما في أي مخاوف يعني تترتب على مستوى الصحة بالعكس الأجواء جيدة فممكن تحملك اليوم بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن برضو تحملك بعض المفاجآت اللي إلها علاقة بعمل جديد أو تطور في ميدان العمل ولكن بدك تراقب وضعك الصحي يعني وما تتخوف منه أما بالنسبة للبيت السابع فهنا على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية أو ما بين تعامل الأزواج مع بعض هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الضغوط والتقلبات فهاي بتحمل توتر أو عصبية أو حدية أو نقاش حاد أو مسؤوليات زيادة ممكن خلاف ممكن فتح مواضيع وتطور هاي المواضيع بشكل سلبي حاول أنك أنت تراقب تصرفاتك بدون عصبية في منك ورح ينشغل في معاملة أو أمور إلها علاقة بالقانون أو المحاكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الأموال المشتركة فممكن تسعى بأمور إلها علاقة بالمساعدة المالية أو القرض أو تسوي معينة أو اهتمام بأمور إلها علاقة بالمؤسسات المالية زي البنك ضريبة تامين أو أوراق إلها علاقة بالميراث أما بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع بيحمل لك نوع من أنواع المخاوف إما من تجربة معينة أو امتحان أو مناقشة معينة يعني بظل فيه نوع من الإرباك عندك أو ثقتك بنفسك شوية بتنهز في هاي النقطة ممكن تخشى مقابلة معينة أو امتحان معين أو إنجاز بعض الأعمال اللي إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو الدورات أو أمور إلها علاقة بالسفر أهم إشي أنك أنت ما تقلق وما تتوسوس من هاي الأمور بتلاقي الأمور مشت بشكل إيجابي إن أحسنت التصرف أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيضغطك على مستوى علاقاتك وفرض السلطة فهذا بيفتح لك نوع من أنواع المغامرات أو الجدالات أو المشاكل ما بينك مو بين زملائك أو رؤسائك بالعمل حاول إنك ما تخالف القوانين وما تدخل بأعمال مشبوهة وما تتهور بتصرفاتك وخصوصا على مستوى علاقاتك ومكان عملك ما تتأخر عن دوامك وما يعني تدخل بالخلافات مثل ما ذكرنا أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الأصدقاء فهو بدعمك من أصدقاء معينين بساعدوك في مسألة معينة ومنكم ممكن تحملوا هاي الفترة نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينه بين أصدقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو بينشط بعلاقاته الاجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو قوي جدا فهونا يدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالصحة فعشان يقولنا أن الصحة ما بتخوف ممكن تظهر بعض الأعراض أنت تتخوف منها على أنها إشي خطير ولكن بعد فترة بتتجاوز المرحلة هاي وبتصير الأمور إيجابية فما فيه خوف ممكن تنجز بعض الأعمال الصعبة وتدعمك على المغامرة في إنجاز بعض الأعمال أو مراقبة الصحة أو الدخول في برامج إلها علاقة بالروجيم مثلا رفع الوزن أمور إلها علاقة بالتجميل ممكن برضو تسمع خبر إلو علاقة يعني خبر جيد إلو علاقة بالمستشفيات أو بالسجون بالفترة هاي برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مساكنكم منكم ممكن يغير سكنه بميل أفراد العائلة إلى مديد العون ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وبتبدو قلق وبتدمر لأقل الإشارات خلال فترة هاي أما بالنسبة للبيت الأول فكما ذكرنا أنه ضغط كل الكواكب اللي موجود في بيت متاعبك فهو بضغط عليك نفسيا يعني بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الاكتئاب من فترة لفترة بتحب تختلف نفسك يعني ما عندك رغبة حتى الاحتكاك في المجتمع بتنصدم من أشياء كثيرة بتعطل عندك بعض الأشياء اللي ممكن تأثر عليك نفسيا يعني بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان عشان تتجاوز هاي الضغوط أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي بتحملك بعض الفرص المالية اللي ممكن إنها تساعدك أو تنقذك في بعض المواقف أو ترتب أوضاعك المالية بشكل جيد ولكن بالمقابل حاول إنك أنت تقلل من التزاماتك أو مصاريفك اللي غير مرغوب فيها بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الحوارات والاتصالات والتنقلات برضو عندها قدرة عالية جدا على الإقناع بالفترة هاي ممكن تروج لسلعة أو لمشروع أو لفكرة معينة وممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ولكن حاول إنك تضبط أعصابك من الإنفعالات أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس جيد على المستوى العاطفي يعني شيئا ما بيعمل نوع من أنواع التواصل الجيد العاطفي ما بينك وبين الحبيب ولكن بالمقابل ممكن تحمل لك نوع من أنواع القلق أو التوتر أو سوء التفاهم ما بينك وبين الحبيب أو أحد الأبناء حاول إنك أنت تتجاوز السلبية ولكن يعني ركز على الإيجابية بشكل أقوى أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على المستوى الصحي في ناس بقولوا طيب لا إمتى هذا الوضع الصحي والله يا صديقي بما أنه كل الكواكب الموجودة في برج الجدي عمل زوايا سلبية وبرضو بتتراجع فهي بتعمل تقلبات مفاجئة على المستوى الصحي فبتسبب مشاكل على مستوى العمل مفاجئة وبرضو أحداث بتتطور على مستوى العمل بشكل سلبي أو خلافات وفي المقابل بتضغط على الوضع الصحي في ناس بنضغطوا على العمل ما بنضغطوا صحيا وفي ناس بنضغطوا صحيا ما بنضغطوا على مستوى العمل فعشان هيك هاي الفترة بدها نعمل أنواع الحذر أو مراقبة الصحة بشكل جيد عشان ما يرهق حاله بالزيادة وبرضو ما يهمل صحته ويراجع طبيبه ويأخذ بشكل دوري علاجاته على أساس أنه يعني ربنا يمضي هاي الفترة على خير أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراكي شوي بتعمل نوع من أنواع التقلب فعشان هيك بدك تحذر أسماء التعامل مع الشريك من بعض التوترات صحيح أنها مش كثيرة يعني نقول والله الوضع بخوف ولكن أنه يعني بتجيب بعض الأحداث اللي ممكن تستفزك أو توترك ولكن في منكو رح يكون على حسب طالعه الأجواء إيجابية وبتدعى مدعومة بحظ قوي جدا أو عاطفي قوي جدا ما بينه بين الأزواج بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فهي الوساوس على المستوى المالي الأموال المشتركة إما الموضوع له علاقة بالزعل أو العتب على بعض المسائل أنه كان يعتمد على أشخاص بتوجيه الدعم لألو أو مساعدته في مسائل معين ولكن الفترة هاي تقاعص معاه أو أغلق هذا الباب بسبب معين فهو يعني بحس بنوع من أنواع الارتباك أنه الأوضاع مش جيدة أو دخل بأوضاع كان مطمئن لشيء بعدين ظهر شيء آخر التبسط الأمور عليه ممكن التزامات زيادة فواتير أو أمور قروض أو شغلات زي هيك مش قادر يرتبها بالفترة هاي فبيحاول يستخدم ذكاءه فبورط حاله بالزيادة حاول أنك أنت ما تبالغ في هاي الإنجازات أو تنجر وراء هاي الأمور وترتبها بشكل جيد وتتأقلم على الوضع الجديد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تعمل لك نوع من أنواع المغامرة مغامرة ومخاطرة في نفس اللحظة وفرض السلطة وخصوصا والعصبية أثناء النقاشات والحوارات وخصوصا مع أشخاص خارج البلاد ممكن عصبية على شخص خارج البلاد ممكن أمور إلها علاقة بمجازة في موضوع إلها علاقة بالتنقلات البعيدة أو السفر أو الأشياء هاي فيه برضو على مستوى المشاريع أو مناقشة المشاريع أو مناقشة المسائل العلمية أو الامتحانات بتندفع وبتتهور وبترتكن على ذكاءك ولكن الأمور ممكن تخيف في آخر لحظة بسبب إنه هاي الفترة بدها استعدادات ما بدها مجازفات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة بتدعمك فممكن هاي تقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أو تستغل بعض المعارف لدفعك أو دعمك في مسألة معينة أو واسطة مثلا لحل مشاكل أو لعمل جديد أو لتجاوز بعض المشاكل اللي ممكن تعرضت لها بالفترة الماضية برضو بتحمل لك نوع من أنواع التعامل الجيد ما بين زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى العلاقات والمعارف فبيحمل لك بعض العلاقات الجديدة أو المعارف الجدد اللي ممكن يساعدوك في مساء المعينة أو أنه يتوجه لك أكثر من دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تعارف أو ود وبرضو بتلاقي في إلك حيوية عالية جدا في هاي اللقاءات وبرضو فيها مكاسب أما بالنسبة لبيتك 12 فهو تقريبا بنقدر نحكي متقلب زي ما حكينا في البيت الأول بسبب عطارد والشمس فهي اللي بتحدث التوعكات المفاجئة بتحدث الاضطرابات المفاجئة التوتر القلق الأمور اللي إلها علاقة بالرغبة بالنوم خسارة بعض الأشياء تعطيل بيصير في مجاري الحياة مفاجآت من كل فج وصوب فعشان هيك بدك تكون أنت حذر وتنتبه لهاي الأمور وتسكرها أو تغطيها بطريقة ذكية اللي ما تسمح لهاي الأمور بأنها تتراكم وتكبر عليك بالفترة القادمة برج العذراء بتنجطوه في الدراسة والسفر والاتصالات فترى مناسبة للخروج في نزهة قصيرة والتعزيز العلاقة مع أخ أو جار ممكن تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة خلال هذا اليوم أهمش أنك تعبر عن رأيك وفاوض بجراءة تتميز بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة واليوم تدعمك على مستوى قوي جدا وثقاء عالي جدا بالنفس لإنجاز بعض الأعمال وبتعزز بعض النقاط القوية اللي بتكون لصالحك بالفترة هاي أهمش أنك تركز بالشكل جيد وتهتم بالمكتسبات اللي ممكن تحصل عليها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى الأمور المالية فممكن تهتم ببعض المسائل المالية اللي تدعمك بشكل قوي ممكن تحصل بعض المكاسب خلال هذا اليوم تجيك من عمل إضافي أو هبات مساعدات مستردات مالية يعني الأمور بتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء كما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت تقريباً نقدر نحكي إنها روتينية يعني بتتعاملوا بطبيعتكم أو بطريقة اللي أنتم متعودين عليها إن كنت تتعاملوا مع أفراد العائلة أو أعضاء البيت أو اهتمام بالشؤون العقارية أو البيتية أو المصاريف أو الأمور هاي بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأجواء ضاغطة على المستوى العاطفي فعشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو النفور أو حب فرض السيطرة أو الانتقادات للحبيب بالفترة هاي أو نوع من أنواع يعني التقلب بالمزاج أثناء التعامل مع الأحبة أو مع الأبناء فعشان هيك تضبط عصابك قدر الإمكان وما تخلي الأمور تتفاقم متكبر أو يصير مشاكل أو خلافات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال بشكل جيد خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية مثلا أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية للتقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة ولكن في نفس اللحظة بتحمل نوع من أنواع الشكوك أو نوع من أنواع الغيرة أو نوع من أنواع التهكم فهاي الفترة حاول أنك تسيطر على هاي النقاط بسبب تراجع نبتن اللي موجود في بيتك السابع بيت شراكتك فهذا بسبب لك نوع من أنواع التقلب المزاج والشك والغيرة والتهكم وفرض الرأي والأمور هاي أو الانتقادات اللاذعة بدك تسيطر على حالك لأن هاي الأمور مجرد أوهام بيزرعها تراجع نبتن في دماغك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيعطيك دفعة للمجازفة أو المغامرة قصوصا المغامرات المالية اللي لها علاقة بأموال غير أنك أنت بدك تستثمرها بدك تتعامل فيها بطريقة عقلانية تستفيد من هاي الأموال فهاي ممكن تدخلك في متاهات أو تراكم الديون عليك أو تعرضك لبعض المشاكل بالفترة القادمة إذا حاولت أنك تأخذ قرض أو دين بالفترة هاي بدك تدرس المعطيات بشكل جيد وما تدخل وما تغامر على أساس أنه ما تتراكم عليك هاي الديون وما تقدر أنت تسدها أو توفيها حقها بالفترة القادمة برضو بتحملك نوع من أنواع القلق على أثناء تعاملك أو قلق على أحد الأحبة أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد ممكن تحملك بعض القلق على مستوى بعض الأوراق القانونية أو المعاملات بالفترة هاي أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة أو المؤسسات التعليمية أهم إشي إذا كان عندك امتحان أو مناقشي أو مقابلي خلال هذا اليوم بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد وبيدعمك بشكل قوي جدا على مستوى بيت السمعة فممكن يعزز من سمعتك وبرضو في نفس اللحظة بعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين بعض العلاقات لمساعدتك في مسألة معينة أو مشاورتهم في أمر معين فبكون لصالحك وفي منك رح يواجه نوع من أنواع الدعم الجيد على مستوى العمل أو على مستوى علاقاته بزملاءه أو رؤساءه بالعمل أو يجي نوع من أنواع المديح أو الإطراء أو الترفيع بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 فهو يضغطك على مستوى علاقاتك الأصدقاء أو المعارف المقربين فهاي بتسبب لك نوع من أنواع الخلافات أو التقلب فالفترة هاي ممكن تخسر صديق أو يتغيب صديق عن الساحة ممكن بسبب سفر أو مرض أو أشياء من هذا القبيل أو يحمل لك نوع من أنواع القلق أهم إيش إنك ما تحاول تفرض سلطتك وما تنتقد بشكل مباشر وتبين يبل ما تصدر أحكامك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالبيت المتاعب فيه نوع من أنواع الضغط موجود فعشان هيك ما نقول لك دير بالك ما تراكم الأعمال عندك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي وبنفس اللحظة أراكم وضعك الصحي بشكل جيد خوفا من المخاطرات أو بعض الأحداث اللي بتيجي سلبية وفي نفس اللحظة ممكن يكون لك نوع من أنواع الاهتمام بشخص إما بمستشفى أو بالسجن برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي تتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك وضف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء على المستوى النفسي أحسن مشحون الطاقة إيجابية تقريبا ثقتك بنفسك بتكون أكثر اليوم برضو في عندك نوع من أنواع الاهتمام بالنفس بكون عالي جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء مثل ما ذكرناها على المستوى المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الحوارات والاتصالات والتنقلات اليوم وبرضو تعطي قدرة على المناقشة وإقناع الأطراف بوجهة نظرك وفي منك رح ينشط في أمور العلاقة في امتحانات أو مناقشات وفي منك رح يكون له تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع التقلبات بالمزاج أو الحدية أو القلق من مسألة منزلية أو عائلية مثلا أو أمور إلها علاقة بالعقارات أو اهتمام بأفراد العائلة ممكن نقاش أو حوار أو اهتمام منزلي أو إيه إشي بيعني إلو علاقة بنوع من أنواع القلق أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فبتدعمك ببعض المسائل العاطفية أو نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب هذا اليوم في منك رح يهتم بإما بحبيب أو بأحد الأبناء بمسألة معينة صحيح أنه بتحمل نوع من أنواع التوتر في بعض اللحظات ولكن أنه ما رح تكون ذا جدوى يعني ممكن تتجاوزها بسهولة أما بالنسبة للبيت السادس فهو بيعمل لك نوع من أنواع الوسواس أو القلق على المستوى العمل أو على مستوى الصحة فعشان هيك بتتقلب المعنويات عندك وممكن أنها تشحنك ببعض الطاقة السلبية أو الأفكار السوداء أو التقلب على مستوى هاي الأمور اللي إحنا ذكرناها أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتطلع من هاي الضغوطات أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط على مستوى الشراكي فهو بسبب نوع من أنواع الحدية أو فرض السلطة أو التحكم أو التهكم على الشريك شريك المال أو شريك العاطفي اللي هم الأزواج ممكن يكون في بعض النقاشات الحدي أو الحوارات أو الاستياء من تصرف الشركاء بالفترة هاي حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية برضو هاي بتدفع بعض الأشخاص لأمور إلها علاقة بالقضاء إما أنهم يرفعوا قضايا قضائية أو يرتفع عليهم قضايا قضائية بدون ينتبهوا لهاي النقاط أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأموال المشتركة فبدعمك بنوع من الإيجابية إما لجدولة بعض الحسابات أو الاهتمام ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة زي بنوك ضريبة تأمين مواريث ديون لأي لك بتحاول تحصلها قضايا بترفعها على الأشخاص بدك منهم دين يعني هاي الفترة بتكون شدة على هاي الفحوة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك بشكل قوي جدا على مستوى الاتصالات والمواصلات وخصوصا البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمؤسسات تعليمية أو ثقافية أو أخذ دورات أو لغة جديدة أو تطوير الذات ببرنامج مثلا معين أنت بتحاول أنك تتعلموا دراسة جديدة تغير منهاج دراستك كلها هاي تقريبا بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابية وحتى على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات والصفر بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر ضاغط على مستوى السمعة فعشان هيك ونقول لك الفترة هاي حاول أنك ما تشوه سمعتك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تحاول أنك تخوض تجارب يكون فيها نوع من أنواع يعني الجراءة الزيادة أو الذكاء الزيادة اللي ممكن ينعكس عليك بشكل سلبي وممكن أنك أنت تخطئ بهاي الفترة فتتسبب لك بمشاكل إما على نطاق العمل في مكان العمل أو مشاكل مع أشخاص أنت بتعرفهم وعلاقات فأهم شيء أنك ما تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك بشكل جيد على مستوى علاقاتك ومعارفك وأصدقائك فبتحمل لك نوع من أنواع التقارب أو اللقاءات أو أشياء لها علاقة بتبادل وجهات النظر أو الزيارات مثلا أو مثلا أنه يصير فيه اهتمام أو تعاون ما بينك وبين صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال فترة هاي فهي بتساهم في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو اهتمامك بصحتك بشكل أكبر لكن ما تخلي الوسواس اللي يسيطر عليك وبرضو إلك بعض الاهتمامات بالراحة أو بالتجميل أو بالأشياء المشابهة لهاي الأمور برج العقرب أنتوا بالفترة هاي عندكم نشاط عالي جدا وعندكم حيوية وبينجذب إلكوا أفراد الجنس الآخر أهمي شنكوا تبادروا في خطوة جديدة من شأنها تدعيم مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتتعطش للعاطفة وبتزدهر اللقاءات بتلتأ في لقاءات مفاجئة أو سارة رح تكون خلال فترة هاي وممكن تفرح لحدث كبير يعني تعتبر هاي الفترة من أفضل يعني من الأفضل خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الأول فكما ذكرنا بالنسبة للبيت الثاني جيد على المستوى المالي بيدعمك ببعض الأمور المالية اللي ممكن تحقق منها بعض الإنجازات زي أمور إلها علاقة بالدعم المالي مثل مثلا أعمال إضافية مستردات مالية ترتيب مالي أشياء من هذا القبيل كلها تقريبا بتكون إيجابية ولكن قلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو يعني بيدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والرغبة في التنقلات ولكن بعطيك جزء من العصبية فعشان هيك بكون عندك ردات فعل عصبية أو بتزعل أو بتذايق في لحظات أو بتناقش بحدية بدك تمسك عصابك ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار خلال الفترة هاي أو نقاش حاد ما بينهم أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء يعني تقريبا منقدر نحكي فيها نوع من أنواع التوتر على المستوى العائلي أو الاهتمام ببعض المسائل العائلية اللي إلها علاقة إما بترتبات منزلية أو بأمور إلها علاقة بالعقارات أو بشائن عائلي أو نقاش عائلي أو اهتمامات منزلية روتينية عادية في ممكن يكون في نقاش حد وانت تكون طرف فيه أما بالنسبة للبيت الخامس فهو على المستوى العاطفي تقريبا بشكل نوع من أنواع الإيجابية ولكن بالمقابل بسوي نوع من أنواع السلبية بعطيك إيجابية للقدرة على التواصل مع الأحبة أو الاهتمام بالحبيب أو بأحد الأبناء ولكن بالمقابل بخلق نوع من أنواع الوسواس أو الغيري أو الشك أو التوتر أو القلق بشأن أحد الأحبة أو أحد الأبناء فحاول أنك تسيطر على سلبيت الشك يعني ما فيه داعي بدون دليل أما بالنسبة للبيت السادس فهو بيجعلك عصبي شوي أو حادي شوي في مكان عملك ممكن يراكم عندك بعض الأعمال أو تنجز أعمال بتسرع تجهد حالك الزيادة فممكن يسبب لك نوع من أنواع الخلافات مع بعض الزملاء أو أفراد العمل أو يحملك مسؤوليات عمل بشكل كبير ما تتسرع في إنجاز أعمالك خوفا من أمور إلها علاقة يعني أنه يتراكم أو يصير أخطاء في العمل أما بالنسبة للوضع الصحي فبدك يدير بالك من التهور أو المغامرة أو إهمال وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى الشراكي المالي والعاطفية وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك ممكن يعني تحمل لك نوع من أنواع التواصل أو التفاهم أو التقارب الجيد ما بينكم أو مصالحة أو تراجع عن قرار سابق ما بينك وبين الأزواج تحديدا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالقروض والمنح والهبات وأمور إلها علاقة بالبنوك أو جدولة الحسابات جدولة الديون ممكن يعني تهتم ببعض الأمور إلها علاقة بالضريبة أو التأمين أو الأمور هاي ولكن الاهتمام كله بكون بأموال الغير أو النشاط على أموال الغير بشكل كبير أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيضغطك أو بيسبب لك نوع من أنواع الحيرة أو القلق على مسائل إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد إما الاهتمام فيهم أو القلق على صحتهم أو تواصل كثير أو بعض الاتصالات للإطمئنان على صحة شخص خارج البلاد أو ممكن مراسلات واتصالات أو تعطيل سفر أو أمور إلها علاقة بقلق بشأن عقد معين أو أمور خارج البلاد يعني الفترة هاي بتكون مقلقة ومربكة بالنسبة لا إلك صحيح أنها بتفتح بعض المجالات ولكن السلبية بسبب تراجع وطارد يعني بتحدث لك بعض المشاكل أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهو جيد خلال الفترة هاي بيدعمك بقوة فبيعمل لك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن إنجاز بعض الأعمال بتكون بشكل جيد وبرضو مرضي للمسؤولين أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الأصدقاء فممكن اليوم تعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تفكر أنت في نوع من أنواع تغيير الجو أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو روتيني يعني بتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد تهتم بصحتك برضو بشكل جيد وفي منك ورح يهتم بصحة أحد الحبايب لإلو أو يتواصل معهم أو قلق بسبب شخص في المستشفى أو زيارة مستشفى أو أشياء من هذا القبيل برج القوس يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر بس إنه إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة ابعد عن المغامرات والرهان على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضوظ أما بالنسبة للبيت الأول فشايف فيه نوع من أنواع الضغط المربك بالنسبة لإلك فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو السلبية أو الأفكار السوداء أو بتشحن حالك بطاقة سلبية وبتدخل بفترة زي الاكتئاب أو العصبية أو الوسواس أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي متقلبي خلال الفترة هاي فبتحدث لك نوع من أنواع الإربكات ممكن يكون عندك مصاريف أو التزامات أو قلق بشأن وضع مالي معين فهي بتسبب لك نوع من أنواع الجهد لإنجاز بعض الأمور المالية يعني فيه نوع من أنواع الإرباك أو الضغط المالي عليك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلى علاقة بالاتصالات والحوارات وبرضو التواصل مع أشخاص أو الاهتمام بمواضيع بتتطلب نقاش أو إقناع ولكن بغلب على طبعك العصبية فعشان هيك منقول لك حاول إنك ما تتهور وما تشحن حالك بطاقة سلبية أو تندفع أثناء تنقلاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت يعني تقريبا منقدر نحكي جيدة ولكن اللي بغلب عليك الوسواس إما قلق على أحد أفراد العائلة أو وسواس أو شك أو نوع من أنواع الخوف أو الرهبة ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو البيتية اللي شوي برضو يكون منها مربك ممكن تهتم بنقاش معين مع أحد أفراد العائلة ولكن ابعد عن القلق والخوف عشان تتجاوز السيئات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء يعني بتدفعك لنوع من أنواع الفرض الرأي أو التحكم أو السلطة على الأحبة أو على الأبناء وهذا الإشي بسبب لك مشاكل لأنه ممكن أنت بكثرة الضغط تخسر الحبيب ما تعالج الحبيب أو ما تعالج المشكلة اللي عنده فما تحاول تفرض رأيك وما تحاول أنك تسيطر بالفترة هاي لأنه عندك طاقة وعصبية وممكن تخسر من خلالها أحبتك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال الفترة هاي ممكن تحقق بعض المكاسب من خلال عملك وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد وبيدعمك على مستوى الشراكي بشكل كبير فممكن اليوم تهتم بالشريك أو مصالحة أو مقاربة أو ممكن يصير فيه تراجع عن قرار سابق أو يعني تطوير علاقة لمرتبة الارتباط أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط على مستوى الأموال المشتركة فهاي بتعطل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالقروض أو الديون أو الأمور اللي إلها علاقة بأموال شريك مثلا بتحاول تحصل على أموال مش إلك أو تحصل على أموال مش إلك بالفترة هاي فهاي بتشكل نوع من أنواع الضغط أو التعطيل أو ما بتنجح معك الأمور بشكل كبير ممكن الأمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالتنقلات على الشوارع المفتوحة أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو أمور تعليمية أو دراسية أو بحثية تنشط فيها بالفترة هاي بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد على مستوى بيت السمعة فبيدعمك وبطور من علاقاتك وممكن تنجح في إنجاز بعض الأعمال بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل وممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة ببعض العلاقات أو المعارف اللي يساعدوك في إنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فهي جيدة على مستوى علاقاتك ومعارفك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يصير تواصل جيد ما بينك وبين أحد الأصدقاء اللي يعزز من بعض الأمور اللي تكون لصالحك وتدعمك بقوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني يعني بتتعامل على حسب طبيعتك ممكن تنجز أعمالك بشكل جيد وتهتم بصحتك وبشكلك بمظهرك بغذاءك ممكن أن يكون لك برضو بعض الاهتمامات بالمسائل الطبية برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق هاي فترة مميزة لتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية اقتنس لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة على المستوى النفسي وبتساعدك في كثير من الأمور وممكن تدعمك في بعض المسائل اللي تكون لصالحك في منك ورح ينجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أو يهتم بصحته أو يهتم بشكله أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها فيها بعض المكاسب المالية بتحقيق بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد وبيدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالنقاشات والحوارات ولكن بيغلب عليك نوع من أنواع العنف أو العصبية أو الحدية اللي ما بتقدر تسيطر على حالك فيها حاول إنك ما تتوهم أشياء ما تدخل بتوعكات صحية نفسية اضبط أعصابك يعني قدر الإمكان عملية النقاشات ما تحاول تفرض رأيك أو تتدخل بشؤون الغير ممكن يقول لك تعامل مع أخ أو جار خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيضغطك على مستوى البيت فبيراكم بعض الأعمال المنزلية أو بيسوي نوع من أنواع العصبية والحدية داخل البيت أو إنزعاج من أحد أفراد العائلة أو دخول بنقاشات حدي جدا مع أفراد العائلة اللي بتسبب نوع من أنواع الخلافات اللي من خلالها ممكن تسبب لك نوع من أنواع الخسارة إما لأحد أفراد العائلة أو لأمور عقارية بدك تركز بشكل جيد وما تتهور أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن تنجز بعض الأعمال أو تحب للخروج بنزهة أو تغيير جو أو نزوة معينة أو التقارب من الحبيب ولكن برضو بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق على أحد الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز وتحقق مكاسب جيدة خلال الفترة هاي بمكان عملك وممكن ينعرض عليك عمل جديد أو عرض جديد وممكن تهتم بشؤون صحية في منكم ممكن عنده قلق أو وسواس بالأمر الصحي أو كان مريض بمرض ولكن الفترة هاي بيبدأ يتماثل بالشفاء أو تطلع نتائج لفحصاته غير اللي هو كان متخوف منها أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ضغطها على مستوى الشراكي الشراكي المالية والشراكي العاطفية وهي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر فممكن تحدث نوع من أنواع النزاعات أو الخلافات أو الحدية بالطباع وخصوصا ما بينك وبين شركاء المال أو شركاء العاطفي زي الأزواج حاول قدر الإمكان أنك تسيطر على حالك وما تكبر الأمور وما تفاقمها وابتعد عن القضايا القضائية بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض المكاسب أو الاهتمامات اللي إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين ممكن بعض الدعم أو قرض أو مساعدة أو أشياء إيجابية تدعمك بشكل قوي بالفترة هاي إن أحسنت إدارتها بشكل قوي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات برضو بتدعمك بشكل جيد على مستوى الدراسة وتغيير تخصصك أو دراسة جديدة أو دورة أو مهمة معينة بتطلب منك التنقلات البعيدة هاي كلها بتكون إيجابية أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة تقريبا منقدر نحكي أنه الأجواء برضو ممتازة بتدعمك على مستوى السمعة بتعمل تقارب ما بينك وبين معارفك وبرضو ممكن تحقق إنجاز ييجيك من وراء نوع من أنواع الإطراء أو الثناء على عملك وفي منك راح يهتم بموضوع العلاقة بزملاء أو رؤساء بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيت متاعبك تقريبا نقدر نحكي إنه الأجواء شيئا ما روتينية فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي ممكن تراقب وضعك الصحي ممكن تهتم ببعض المسائل الصحية أو العملية بشكل كبير أو بصحة أحد الأحبة برج الدلو يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين على عمله واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته ونيل رضى المسؤولين حافظ على هدوءك وما تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنك لا تضعف ولا تستسلم ولا ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بالمسؤوليات أما بالنسبة للبيت الأول فأنت اليوم أحسن نفسيا مشحون بطاقة إيجابية بتدعمك نفسيا بشكل جيد ولكن اللي بيغلب عليك اللي هو نوع من القلق أو نوع من أنواع يعني الاكتئاب أو عدم الرغبة في بعض الأمور ولكن الأجواء جيدة حاول أنك تستغلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا ما زالت بتحمل نوع من أنواع القلق أو الرغبة بالأمور المالية فهذا القلق شوي ممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو التقلبات المالية ممكن تقلق بشأن مالي أو بشأن دفعات أو بشأن التزامات أو يعني وسوسة أنه هل بقدر ما بقدر الأشياء هاي أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والحوارات بعطيك طاقة كبيرة عندك قدرة على التنقل والاتصالات بشكل كبير جدا ولكن بيغلب عليك السيطرة أو حب السيطرة أو حب فرض الرأي أو العصبية بدك تمسك حالك قدر الإمكان لأنه هاي الفترة راح تكون سلبية وأي عصبية ممكن تسبب لك مشاكل ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت تقريبا بدأت تستقر بشكل جيد تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم بشأن منزلي أو تقارب أو تتراجع عن قرار سابق إلى علاقة بالبيت صحيح أنه فيه امتعاض على أشياء معينة إلى علاقة في البيت ولكن ممكن أنك تتجاوزها أما بالنسبة للبيت الخامس فهو قوي جدا على المستوى العاطفي وهذا بعزز علاقاتك وتقاربك من الحبيب بالفترة هاي ممكن مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو تبدأ بعلاقة غرامية وفيه منك راح يهتم بأحد الأبناء أو يصير فيه مصالحة إذا كان فيه خلاف ما بينه وبين أحد الأبناء الفترة هاي ممكن تحمل مصالحة أو تقارب أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأمور ضاغطة على مستوى العمل بتسبب نوع من أنواع التوتر أو القلق ممكن مشاحنة ممكن أعباء ممكن أعمال كثيرة ممكن تعطل لعمل معين وبرضو بتحمل نوع من أنواع القلق على الوضع الصحي يعني ممكن تظهر بعض الأحداث أو الأمور الصحية بالفترة هاي اللي شوي تطلب منك مراقبة صحتك أو مراجعة الطبيب والاهتمام بشؤون طبية أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد جدا بيدعمك على مستوى الشراكة والتقارب مع الشركاء المال والعاطفة أو مع الأزواج وبتحمل لك نوع من أنواع المصالحة أو التقارب ولكن حاول أنك أنت تمتنع عن السلطة أو فرض الرأي على أساس أو بنقاشاتك اللي ما يعني تختلق مشكلة وبعدين تصير المشاكل يعني مش لصالحك أما بالنسبة للبيت الثامن فهي جيدة على أمور العلاقة بالبنوك والضريبة والتأمين والقروض والأموال المشتركة ترتيب القروض الدفعات هاي كلها أنت بتنجح فيها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فأجواء تقريبا بتعمل نوع من أنواع القلق على شخص خارج البلاد أو توتر من مسألة معينة أو أمور تعليمية بتتراكم عندك بكون عندك امتحان مثلا أو تسوق من خلال خارج البلاد ممكن يتأخر مشكلة ما بينك وبين مؤسسة تعليمية أو مشكلة مع أشخاص يعني بيعملوا مع شركة أجنبية يعني هاي الشغلات كلها بدك تكون حذر فيها وخصوصا لأي شيء اسمه تعامل خارج البلاد أو دراسة أو تعليم أو أوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 تقريبا يعني تعاملك مع أصدقائك شبه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل على حسب طبيعتك تحمل لك نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو رفقة في مسألة معينة أو لقاءات أو اجتماعات بتكون برضو جيدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زالت ضاغطة فعشان هيك نقول لك ما تجهد حالك كثير راقب أعمالك بشكل جيد ما تهم العمل ما تخلي الأعمال تتراكم عندك برضو ركز على وضعك الصحي بشكل جيد من التقلبات إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك حافظ على أدويتك خذ أدويتك بمواعيدها ما تهملها وبرضو خذ قصد كافي من الراحة ممكن يكون لك زيارة إما لطبيب أو يعني لعيادة مريض برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم يوم مناسب لإجراء مقابلة تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار يعني هاي الفترة إيجابية بالنسبة لإلك بتكون الفترة دينماكية جدا وبتشكل محطة لانطلاق أو للانطلاق بورشة جديدة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة إلا إنه بيغلب عليك نوع من أنواع القلق أو الوسواس أو الأفكار اللي شوي بتكون مربكة بالفترة هاي حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتستفيد من هاي الطاقة اللي قاعدة بتترتب حواليك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الرغبة بالمصاريف والدفعات الالتزامات خوض تجارب مالية أو مراهنات هاي كلها بتتسجل عليك لأنه ما تغامر المريخ بيدفعك لهاي الأمور ممكن تتهور وممكن تكون النتائج سلبية إذا ما درستها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى الحوارات والاتصالات والنقاشات والتنقلات عندك قدرة على الإقناع عالية جدا برضو رغبة للتنزه وتغيير الجو والتنقلات بتكون برضو كبيرة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو على مستوى البيت فتنجح في أمور إلا علاقة بالبيت أو إنجاز بعض الأعمال المنزلية أو الاهتمام بأمر إلا علاقة بالعقارات أو البناء أو التصليحات أو الترميمات أو التقارب مع أحد أفراد العائلة ممكن تحمل لك خبر عائلي سار بالفترة هاي أو إيجابي يدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الخامس فهو يعني تقريبا بيعمل نوع من أنواع التقلبات فعشان هيك بنقول لك ما تركن على الحظ نهائيا بالفترة هاي وبالمقابل بتحمل لك نوع من أنواع القلق والتوتر مع حبيب أو مع أحد الأحبة أحد الأبناء ممكن تقلق على صحته تقلق عليه هو ممكن خلاف أو نقاش حاد ما بينك أو مشكلة يعني شوي تيجي بشكل مفاجئ حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول أنك تستفيد من وجود الشمس اللي بعطيه قوة عاطفية بالفترة هاي وتقارب وعلاقات عاطفية جيدة أو نزوات ولكن بدك تحذر من عطارد اللي موجود في نفس المكان اللي بسبب التقلبات السريعة أما بالنسبة إلى البيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة بتدعمك على مستوى العمل وبتدعمك على مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي ممكن تنشط في مكان عملك أو حقل اختصاصك وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي وبرضو تكون إيجابية أما بالنسبة إلى البيت السابع فالأجواء تقريبا بنقدر نحكينها جيدة على مستوى الأمور الشراكي الشراكي المالي والعاطفية تحمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين الشركاء وخصوصا شركاء العاطفي اللي هم الأزواج فممكن تحمل لك نوع من أنواع المصالحة أو التعاطف أو التلاقي على نقاط معينة أو الاتفاق على مسائل مستقبلية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني على المستوى الأموال المشتركة فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريبا بتتعامل على مستوى الأموال المشتركة على حسب طبيعتك ممكن تهتم ببعض الديون أو المسائل البنكية أو ضريبة أو تأمين أو ترتيب أوضاع دفعات أو التزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا برضو جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد زي ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر برضو بيدعمك على مستوى السمعة بيت السمعة وبعزز من سمعتك ومن علاقاتك ومعارفك وبرضو ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن تسمعك نوع من أنواع الإطراء أما بالنسبة لبيتك 11 فهذا بيت الأصدقاء شوي بسبب لك نوع من أنواع الجفة أو القلق أو الزعل أو العتب أو الحدية بأثناء التعامل مع بعض الأصدقاء ممكن تكتشف خيانة صديق أو تآمر عليك أو تقصيره معك فتستاء من هذا الموضوع وممكن تقطع علاقة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو رقابة غذائك أو مثلا نوع من الأنواع الاستشفاء أو مراجعة الطبيب أو أخذ أدوية يعني استمرارية أدوية كل شهر أنت بتأخذها أو مراجعة الطبيب وتكون النتائج إيجابية وممكن تهتم بصحة مريض في مستشفى أو زيارته في مستشفى أو القلق على صحته هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء سبحانك اللهم وبحمدك